ذكر بيان أن قضاء محكمة العدد الدولية سيصدرون قرارهم الجمعة بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب إفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة جاء ذلك في بان المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها يوم 26 من ينايل ورجح مسؤولنا في جنوب إفريقيا أن تصدر محكمة العدد الدولية قرارا بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة